ناصر النعبي أيضا يقول أتمنى لو تنصحون ممن يربون الأغنام في مناطق سكنية و مما له أضرار مادي للقاتلين فيه و ما يترتب له من أحقاد و ضغاء بين الناس هذه قضية ماتعة و لي فيها نظر إن أذنتم تفضل شيخ لأبدأ بالتأصيل أولا قد يكون أصحاب الماشية أسبق إلى ذلك المكان و التوسع العمراني هو الذي جار عليهم ثم يطالبون بعد ذلك بإزالة مواشيهم و أنعامهم و هي مصدر رزقهم هذا ليس من الإنصاف في شيء أما إذا كان الحال أن التخطيط العمراني و أن الأحياء السكنية قائمة ثم كان من أهل هذا الحي من يبالغ لأننا نعرف أن الضرر و الأذى لا يحصل بالرؤوس القليلة من الأنعام من الماشية أما إذا بالغ و لم يحط أنعامه و ماشيته بالرعاية و الحفظ و الصيانة بحيث كانت سببا للإضرار بالناس و بالمركبات أو التسبب في حوادث فهذا باب آخر و هي حالة فردية لكن لما قلت بأن لي نظرا في القضية إنما تتعلق بالتخطيط العمراني لأنه يبدو أنه يغيب عن أصحاب القرار أن في المجتمع من يكون قوام حياته الماشية التي يملكها و هي ثروة حيوانية لا بد منها حتى لعموم الاقتصاد الوطني فكيف ينسى أمر هؤلاء من أصحاب الإبل و الماشية بأنواعها و تأتي المخططات السكنية على المراعي الخصبة و الأراضي الغنية و تقضي على المتنفس و المراعي التي كان أصحاب الماشية يلجأون إليها أين يذهب هؤلاء و هل يسوغ بعد ذلك أن نستورد كل ثروتنا الحيوانية و ماذا أعد أيضا أصحاب القرار لأصحاب الماشية من مصادر الرزق و هي تمثل لهم مصدر رزقهم إذن لا بد أن يكون هذا الأمر حاضرا و هو مما تدل عليه مقاصد الشريعة أيضا أن يكون حاضرا عند التخطيط العمراني أن تترك هذه المراعي الخصبة و السهول و الأراضي الغنية نعم الأراضي التي يعرف أنها أراضي لا خصوبة فيها حتى لو في أوقات الخصب لا تنبت شيئا و هي أراضي جافة شاقة و يمكن أن يكون فيها العمران و المساكن و المخططات السكنية و غيرها من أنواع المخططات من صناعية أو تجارية أو غير ذلك هذه هي التي يعمد إليها و حتى لو حصل التزاحم فإنه لا يصح أيضا أن يهمل أمر أصحاب الإبل و المواشي و أن يضيق على الناس حتى في متنفسهم و هو أيضا من مقاصد هذه الشرعي حينما يقول الله تبارك و تعالى و لكم فيها جمال حين ترحون و حين تسرحون أي و مقصود هذه المراعي حينما تسرح الأنعام فيها هي من مظاهر الجمال في هذه الحياة التي يدعون الله سبحانه و تعالى و إلى أن نتأمل فيها فإذا لا بد من الموازنة و لا بد من الالتفات إلى هذه القضايا و إلى هذه الاعتبارات و الله تعالى هذا طرح جميل كما تفضلتم فضيلة الشيخ و لكن هناك سؤال متعلق به أيضا الذي يحدث أن الأسر التي تمتلك هذه المواشي هي الأسبق بالفعل يأتي الزحف العمراني و تكثر المساكن عند الناس سيارات و عندهم شقيرات يزرعونها ربما في خارج البيت نعم هذه الأغنام قد يرى أصحابها أنه لا يمكن حبسها لا بد أن تخرج لتأكل من خشاش الأرض نعم من الذي يطالب عندئذ بأن يحوط ماله كلا الطرفين أصحاب المواشي و الأنعام أيضا عليهم أن يسرحوا بمواشيهم إلى المراعي لا إلى أملاك الناس كما أن أيضا أصحاب المزارع و الحدائق المنزلية أيضا أن يسوروا حدائقهم و مزارعهم فالخطاب يتجه طالما أن الحالة كما وصفت نعم الخطاب يتجه إلى كلا الطرفين نعم والله تعالى أنا يعني أولئك يذهبون مذهبا بعيدا ربما في المراعي نعم و هؤلاء أيضا يحوطون مع توفير المراعي لهم يعني الخطاب هذا أيضا يتجه إلى أصحاب الشأن بتوفير أو المحافظة على ما بقي من المراعي المحافظة على ما بقي من أراضي تصلح للرعي هناك يعني و المجتمع يعرف هذه الأماكن و يعرف هذه المراعي و يعرف أن أماكن أخرى هي أماكن يعني جافة يباب لا تنبيت شيئا و يمكن أن يكون التوسع العمراني و يعني التوسع فيها لا على حساب المراعي و السهول الخصبة شكر الله لكم فضيلة الشيخ